من جديد أهلا بكم وسط التحديات التي تواجه دول العالم في شتى المجالات استحوذ الابتكار وتكنولوجيا المعلومات على النصيب الأكبر في مناقشات منتدى شباب العالم بشرب الشيخ للوصول لحلول جديدة ومبتكرة وهو ما جعل هناك مقترحات بإنشاء وزارة للابتكار خلال جلسة ريادة الأعمال والابتكار مستقبل يصنعه الشباب استحوذ الابتكار وتكنولوجيا المعلومات على النصيب الأكبر في مناقشات منتدى شباب العالم بشرم الشيخ وسط تحديات عدة تواجهها دول العالم وتحتاج لحلول خارج الصندوق لتواجه المتغيرات التي تشهدها الساحة العالمية خاصة على الصعيد الاقتصادي والأزمات المالية وتعالت المقترحات خلال جلسة ريادة الأعمال والابتكار مستقبل يصنعه الشباب بالمنتدى بإنشاء وزارة للابتكار وهو ما لاق دعما من قبل لجنة التعليم بمجلس النواب عن طريق إعلان أحد النواب تقديمه لمقترح بفصل وزارة التعليم العالي والبحث العلمية ولم يتوقف دعم اللجنة لهذا المقترح فحسب إنما امتد لقيم اللجنة بالعمل على إعداد مشروع قانون حاليا لتوفير استراتيجية خاصة لتطوير التعامل مع البحث العلمي نمذج علمية عديدة مع المخترعين والمبتكرين خرجت للنور خلال منتدى شباب العالم تحتاج للاهتمام لتحويلها إلى واقع يخدم الوطن والمواطنين حتى تتمكن مصر من جني ثمار تلك الابتكارات في العاجل القريب يأتي هدف الوقت الذي تعمل فيه وزارة الاتصالات على نشر وتوطين التكنولوجيا في جميع محافظات مصر عبر المناطق التكنولوجية التي أعلن عنها وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات ياسر القاضي وبالفعل تم الانتهاء من منطقتين جديدتين بمحافظتي المنوفية وبني سويف وزارة الاتصالات تعمل على تقديم جميع التسهيلات للمستثمرين للترويج للمناطق التكنولوجية وأثمرت الجهود الحكومية على تخصيص بابا خاصا الاستثمار بنظام المناطق التكنولوجية قانون الاستثمار الجديد يتيح الحوافز والتسهيلات اللازمة للاستثمار بتلك المناطق تحقيق العدالة التكنولوجية وتشجيع الهجرة العكسية من القاهرة إلى المحافظات المختلفة تعد أحد أهم إنجازات المناطق التكنولوجية